محمود أبو الدهب ولا مصطفى أبو الدهب؟ لأ بص دايماً أنا بقول مصطفى يمكن أنا كنت باخد للصشرة منه مصطفى يمكن دايماً كان واقف جنبي في ظهري بشكل كبير جداً سواء أنا موجود أو مصطفى موجود يا اسلام المصلحة واحدة إن أنت الناد المصري بأمانة لأن أنت شايف حاجات في الناد المصري بأمانة لازم تتغير في الفترة دي لازم يكون فيه هدوء ولازم كله يتكاتف لأن الموقف أصبح متأزم هو أنت بالنسبة لك كابتن محمود الناحية الإدارية أفضل ولا الناحية الفنية؟ لو في فرقة زي الناد المصري لأننا فاهم اللعبة وفاهم الإدارة هناك وفاهم الجماهير فأكيد هتعرف تتعامل معها سواء موجود في الجارة هو إيه اللي مخلي فيه مشاكل إدارية داخل الناد المصري؟ يعني الربط والزبط في الناد المصري طب ماهما فيش فلوسة كابتن محمود؟ الفلوسة تيجي أسلام لكن إنت لعبة كبيرة اللعبة دي يعني أنا بتفرج على لعبة الناد المصري فيه لعبة كبيرة جدا فيه قوام موجود في الفرقة يعني لعبة بتقدي بشكل كويس لكن مفيش الحزم أو مفيش أن إنت تبقى اللعبة تسمع كلامك أولاً أسلام أنا الأواني أن فرقة الناد المصري تتمرن في برصايد هيا دي المشكلة؟ أه كبيرة أقول لك ليه؟ أه أقول لك ليه؟ إحنا مرنا بنفس الظروف أه فكان معنا كابتن الله يرحمه كابتن محمد علي فقلت له لازم تمشي كل زوجات اللعبة أنت بقى بتتكلم أن الفرقة هتنزل فساعة الله يرحمه الحج عبابغوطة قالك أن كل اللعبة تبقى متواجدة في معسكر المتزوجين وغير المتزوجين اللعبة لازم تتمرن في برصايد تحس بإحساس الجماهير تحس أن هي راحة أن أنت عندك أن أنت تغلبت ما أنتش هتاخد شانتتك من بره بره وهتمشي انت محتاج أن انت تبقى متواجد خلي بالك أنا لسه يمكن حد بيكلمني من الناس يعني أحد الأصدقاء من برصايد قلت له طول ما اللعبة بعيد عنكو مش فرق محمد أبيلي ولا محمد؟ لا حد لا حد والله صديق شخصي يعني مش مش محمد أبيلي المفوضة؟ لا 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 والله ما حد يكلمني أنا بقولك أقولك لو في حد يكلمني والله أقول حد يتعرف لكن خلينا أقولك أنت محتاج أنا الأولى أن فرقة الناد المصري ترجع تلعب في القناة سيبك بقى مش أنا هقول ورز على الله البلاء يعني الناد المصري لازم يلعب يا في السويس يا في اسماعيلية امنع الجماهير تروح لكن النهاردة جماهير برصايد محتاج أن فرقتها تتمرم في حضنها يا إسلام الفرقة بتكسب بتتغلب بتمشي المشكلة مشكلة فلوسها كابتا المحافظ يا حبيبي فلوس ما بص إسلام المحافظ قال أن هدي فلوس مجلس الإدارة قال أن هدي فلوس لكن أنت النهاردة مشكلة أن نقدر مصري الفرقة بعيدة إحنا لما كنا بنتعادل مطشة أو بنتغلب مطشة كنا عاملين حسابنا إن إحنا تاني يوم هنتمرم في السلاة برصايد عاملين حساب إن الجماهير هتشتمنا وهتزعل وزعلنا ومتأثرة فأنت كنت بتموت نفسك تاني مطش لكن أنت النهاردة مفيش فيه لعيبة النهاردة معلش أنت فيه لعيبة النهاردة يعني جاية بمبالغ ما بتلعبش ما بتدييش أنا مش هتحايل على أحمد الشيخ عشان يلعب أنت راجل جاي من نادي الأقل نادي كبير تيجي تكس في فرقة النادي المصري يا أحمد حمودة فين إسلام جابل اللي كان مكسر الدنيا في الزمالك وفي طراع الجيش اللعبة دي متواجدة إن لا ينظر لعيبة لازم تكون حاسة بإحساس الجماهير أنت عندك لعيبة وعندك كوام أساسي في النادي المصري لا يكسب الفلوس كده كده هتخده وعلى فكرة إسلام ما بيكلوش حق أحد مش منجام للبرصعيد ولا جماهير النادي المصري لا الفعلا النادي المصري ما بيكلش حق أحد وبيدي كل حق أحد حقه ترجمة نانسي قنقر